بما أنها مباراة مهمة وبما أنه مستر كارلوس كيروش أعلن أنه يعني مش راضي على مستوى لأداء في بطولة الدولة المحلي وأنه مفيش لعيبة لفتت نظره راجل رجع من أجاسته خد التقارير ذكر الورق اللي تحطله تابع شوية ماتشاط بس الغادة الوقت يقول أنا يعني حاسس أنه المسابقة ضعيفة مفيش لعيبة لفتت نظري بشكل كبير ليه شوية تعليقات كده على أرضيات الملاعب وأوعي لآخره بس كله الحقيقة في إطالة تحديل لمباراة سنغال وبالتأكيد طبعا هو النهاردة هيتفرج على ماتش الأهلي وهيسجل ماتش الزمالك اللي عنده ماتش ومواجهة صعبة كان الله في عون الزمالك النهاردة لأنه موقفه في مجموعته صعب جدا وهيلعب مع الوداد المغربي في ملعبه والمباراتين هيتلعبه في نفس التوقيت ساعة 9 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة فالرجل هيتفرج على ماتش الأهلي في الملعب وأنا كنت قلت قبل كده أنه في دائرة اهتمامات البرتغالي كارلوس كيروش بالإضافة لمجموعة الأهلي اللي خدها فيه بطولة أفريقيا فيه ثلاث أسماء تحت المنظر بشكل كبير يسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وأعتقد يعني لو التلاتة دول حفظوا على مستواهم اللي قدموه في الفترة الأخيرة التلاتة دول هيكونوا موجودين مع المنتخب لكن النهاردة ظهر رابع من الوارد جدا 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 أن الرجل كمان يكون رايح عشان يرائب محمد مجدي أفشا اللي دخل في حساباته إذا ما استمر أو يعني الحقيقة هو أنا بقولت في ماتش المقصة أنه أفشا رجع مرة تانية بعد غياب فترة طويلة وأتمنى إن شاء الله أنه عنده لسه بالتأكيد طبعا أفضل وأحسن ولكنه النهاردة كمان كارلوس كيروش حاطت محمد مجدي أفشا تحت المنزار عشان يكون موجود مع منتخبنا في مباراة القاهرة إن شاء الله في مواجهة السنغال ممتشة لعب يوم 25 خلاص إحنا كده أقل من شهر تقريبا ومناسبة كارلوس كيروش هو استقر كمان على خمسة محترفين بس هيكونوا موجودين مع المنتخب المصري في مواجهة السنغال محمد صلاح وإنني ومصطفى محمد وتريزيجي وعمر مرموش دول الخماسي المحترفين في الخارج يعني اللي هيدخله في سقوات منتخب مصر في الفترة اللي جاية تريزيجي بالمناسبة مقدم بدايات قوية جدا مع بشاك شهير في الدولة التركي يسجل النهاردة هدف لفرقته كده من بداية انضمامه مسجل ثلاث أهداف وسن بسنع من اللعيبة اللي بترقى يعني أنا بيعجبني جدا إصرار تريزيجي في أوقات كتيرة جدا بتحس أنه هياخد وقت عشان يرجع لكن بيبهرك الحقيقة بحالة تركيز وحالة تصميم وإن شاء الله بإذن الله يكون من الأوراق المهمة جدا في مباراة السنغال كمان مرموش رجع مرة تانية عشان يشارك مع شتوتجر أعتقد آخر مباراة لعب 86 دي فالحمد لله يعني لعابتنا المحترفة في الخارج مصطفى محمد ممكن ممكن يخرج برا الحسابات نتيجة المشكلة الأخيرة اللي تعرض لها في مباراة فريق إجراءات السراء الأخيرة المشكلة اللي حصلت في الكوريدور بعد انتهاء المباراة وقد يتعرض لإيقاف معرفش إيه ممكن يكون تأثيره على مشاركته مع منتخب مصر في المباراة اللي جاية لكن في النهاية الرجل استقر على الخمسة دول وقرر أنه يضمهم لمعسكر الفريق طيب قبل ما أقول لحضراتكم ونروح لبعض الأخبار العالمية اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول شكرا